مزيد من هجمات داعش على الأقليات موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة أرحب بضيفينا معنا هنا في الاستوديو الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة علي بكر وسيكون معنا من بيروت الكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الڭارديون البريطانية مارتين كلاوف أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سأنتقل إلى بيروت مباشرة مع الأستاذ مارتين كلاوف مساء الخير سيد مارتين مرحبا بك معنا مرة أخرى يستهدف تنظيم الدولة أقليات في المنطقة وهو يستهدف الأكثريات في الوقت نفسه أيضا ولكن هذه المرة الأقلية الأشورية المسيحية في سوريا في منطقة الحسكة تحديدا إلى من هذه الرسالة موجهة برأيك؟ هل هي موجهة إلى المنطقة هنا؟ أم أنها استكمال للرسالة التي شاهدناها في الفيديو فيديو قتل الأقباط المصريين في ليبيا؟ أعتقد أن هناك رسالتين الأولى لهذه المنطقة ومفادها أنه في هذه المنطقة من سوريا يسيطر تنظيم الدولة على المنطقة ومفادها إذن أن الأقليات غير مرحبة بهم إذن كانوا موجودين في هذه المنطقة لمدة أكثر من ألفين سنة ولكن الأمور ستتغير إذن الجغرافية السياسية تتغير وهذا هو التأويل لما يحصل إذن يبدو أن هذا التنظيم يطارد كل من لا يوافق على إيديولوجيته ولا يوافقه على ممارساته وطبعا هناك استهداف للأقليات والمسيحيين ولأوروبا أيضا يقول لأوروبا أننا لا نميز بين المسيحيين الذين يعيشون هنا وبين الصليبيين الأعوام الغابرة طيب سأنتقل إلى الأستاذ علي بكر مساء الخير أستاذ علي مرحبا بك معنا ما رأيك هل هي بالفعل رسالة مزدوجة لأوروبا للغرب تحديدا للعالم الوسيحي وأيضا في الوقت نفسه إلى هذه المنطقة يعني أنا في تغدير ما يقوم به تنظيم دعش واستكمالا لما بدأه التنظيم من توجهات العدائية تجاه الآخر أي أن كان هذا الآخر ولكنه يقتص بالآخر في الدين وفي العقيدة من المسيحيين من الآزيليين أو من غيرها ثم ينتقل العداء بصورة أكبر إلى العداء المزابي إلى الشيعة ثم ينتقل بصورة بعدها أخف قليلا إلى السنة الذين لا يبايعون التنظيم ولا يدخلون في طاعة ولي الأمر وهو خليفة التنظيم أبو بكر البغدادي وبالتالي التنظيم منظومته الفكرية التي بنت على قمة التشدد الهرم الفكري الذي حتى فاق تشدد القاعدة في نفسها لدريت أن أصحاب هذا الفكر أصبحوا منبوزين من قادة ومشايخ الفكر الجهادي العالمي من أمثال أبو محمد المغتلس وأبو قطادة الفلسطينية فبالتالي التنظيم يسعى لأن يكون صاحب التشدد الأكثر وهو التنظيم الأكثر تشددا واختار أن يظهر ملامح هذا التشدد بصورة واضحة فيه تجاه الأقليات الغير مسلمة في المنطقة العربية ربما وأن ذلك يمثل عامل جذبا له على أساس أنه التنظيمات الجهادية دائما ما تكن العداء تجاه الآخر في الدين فهو يلعب على هذا الوطن الحساس لكي يجذب العديد والعديد من المقاتلين حتى يبدو كأنه التنظيم الذي يواجه الصليبيين في العالم الذي يواجه أتباع الصليبيين في المنطقة العربية فبالتالي هو يسير في نفس المنظومة المتشددة الذي رسمها لنفسه إلى ماذا يستند هذا التنظيم برأيك أستاذ علي في مواجهة هذه الأقليات تحديدا والمسيحيين بشكل خاص ما هو السند العقائدي الفكري الشرعي إذا جاز التعبير لهذا التنظيم لكي يواجه هذه الأقليات قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد أن تطرح نقطة هامة وهو أن تنظيم داعش لعب على وترين همين بالنسبة لكل الجهادين في العالم وهذين العاملين هو الذي يجعل المقاتلين يتفقون عليه من مناطق متشددة من أنحاء مناطق العالم الأولى أن التنظيم بنى منظومته الفكرية على أقصى أنواع التشدد فأتى وجلس على قمة هرم التشدد الأمر الآخر وهو إعلانه للخلافة الإسلامية فإذا ما تم ضم العاملين بعضهما إلى بعض فبالتالي هو أصبح يمثل دولة الإسلام حسب معتقدات التنظيم وأفراده وبالتالي كل من يبقى داخل إطار أو الأرض التي يسيطر عليها التنظيم لا بد أن يعامل في حسب اعتقاده معاملة أهل الزمة بمعنى أن يجب أن تفرض عليهم الجزية يجب أن يعاملوا معاملة خاصة يرتدوا أزياء معينة يعملون في مهن ممتهنة لا يكونون أطباء ولا مهندسين ولا سوى ذلك هو يستدعي نصوص تاريخية وبقوال لبعض الفقهاء أو بعض المجاء في التراث الإسلامي في صياق معينة في ظروب معينة ويحاول أن يستدعي هذه النصوص ويطبقها في واقعنا الحالي لكن الأخطر من ذلك يدل على أن المنظومة الفكرية لتنظيم داعش تنم على أكبر قدر ممكن من الكراهية تجاه الآخر التنظيم يريد أن يشعي الحرب الطائفية في المنطقة التنظيم يريد أن يبني توسعاته ويجزب المقاتلين على جسس الأبرياء من أبنياء الأقليات الغير مسلمة فقط لتنويه هذه المنطقة تحديدا من أرض الجزيرة في سوريا كانت تسكنها أغلبية مسيحية حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا حين جاء العرب والمسلمون والأكراد إلى هذه المناطق سأعود إلى الأستاذ مارتين كلوف في بيروت سيد مارتين الغرب من وجهة نظر البعض يعني ينظر إليه عادة وتقليديا بأنه حامل الأقليات خاصة الأقليات المسيحية برأيك كيف سيكون رد فعل الغرب على تزايد هذه الأعمال بحق المسيحيين في هذه المنطقة هل نتوقع أي شيء مختلف البعض يقول مثلا ما شهدناه في كوباني على سبيل المثال مع أن الأقلية ليست مسيحية ولكنها أقلية عرقية أثنية هل نتوقع شيء مختلف فيما يتعلق بمواجهة هذا التنظيم من قبل التحالف الغربي أعتقد أن الواقع على الأرض هو أن داعش قامت بمواجهة طبعا كل الأقليات من الرقة وصولا إلى الموصل وهي إذن معادة موجودة فإن هذا الاختطاف للمسيحيين اليوم فهو لن يغير الديناميكية السائدة على الأرض إذن كما سبق وقلنا الوجه الجغرافي السياسي للشرق الأوسط قد تغير ولبما للأبد والإتلاف سوف يركز جهوده على محاوة تحرير الموصل وهي ثاني أكبر مدينة في العراق من قبضة داعش وذلك في شهر أبريل أو مايو وللقيام بذلك تحاول استغلاء أو استخدام الوساط إذن الجيش العراقي فشل خلال الفترة الماضية على الحفاظ على أرضه أو استعادة أي أراضي قد خسرها من دون دعم الميليشيات وذلك أيضا سوف يعتمد على الأكراد البشمرغة الكردية التي سوف تتقدم من الشمال وهي تبعد 15 ميلا عن الموصل اليوم إذن هذا خط معارك محتدم جدا وعليهم أن يقوموا بالمعركة هناك ويصعب إذن أن نتخيل كيف سوف صعب أن نتخيل أن هذا الجيش العراقي بعد تريب دام 15 سنة وقد هرب بسرعة لا ندري كيف أن المجموعات التي يتم تدريبها حاليا سوف تتصرف بعد سنة إذن لا ندري كيف سوف تنجح هذه استراتيجية في تحرير الموصل بحلول الصيف وبعدها التركيز على ربما أراضي أخرى يتم تحريرها أستاذ علي البعض يقول أن التنظيم يسعى من خلال هذه الأعمال العسكرية في هذه المناطق تحديدا يعني فتح جبهة جديدة للتخفيف من الضغط نوعا ما مع أفوان بعد الهزيمة التي لحقت به في كوباني هل ترى أن بالفعل التنظيم يحاول رد الاعتبار بشكل من الأشكال لنفسه وإعادة فرض نفسه في هذه المنطقة تحديدا يعني في إحدى ربما أن هذا الأمر هو إحدى الأسباب التي دفعت التنظيم إلى ذلك أنه يفتح جبهة جديدة أنه يقول أنه ماذا له القيام بعمليات كبيرة يكون لها صدى كبير في الداخل وفي الخارج لكن من ناحية أخرى التنظيم أصلا يعتمد على منظومة الفكرية المتشددة التي تبنى على عداء قاسي وبشدة تجاه كل من يخالفه في الرأي التنظيم يتخذ من هذه الأعمال زريعة لجسم مقاتلين جدد التنظيم يخسر كل يوم عدد من أفراد ومن مقاتلين على عدة جبهات فبالتالي هو بظهور بمثل هذه المشاهد هو يستدي أعداد من المقاتلين خاصة من منطقة شمال إفريقيا بصفة أخص من تونس لأن التنظيم صار هو التنظيم أقرب إلى التنظيم التكفيري منه أقصر إلى التنظيمات الجهادية التي عرفناها طوال السنوات أو العقود الماضية فبالتالي مثل هذه الأعمال تكون دائما ما تفتح شهية التكفيريين والذين دائما ما يحملون مفاهيم عدائية تجاهها الآخر لأن يلتحقوا بالتنظيم ظنا منهم بأن التنظيم يقوم به هذه العمليات من باب الجهاد لأن التنظيم للأسف جعل أن الجهاد أو حتى مسمى الجهاد وإن كان لا يفعله جهادا جعله غاية وليس وسيلة وبالتالي كلما أمعنى في العداء تجاه الأقليات غير المسلمة يبدو في عقول هؤلاء الأفراد وكأنه هو الذي يحامل الإسلام خاصة وأنه صور التحالف الدولي ضده بأنه حملة صليبية جديدة فبدأ في أوساط التنظيمات الجهادية وكأنه هو الذي يتصدى للحملة الصليبية الجديدة على المنطقة وهو يعاقب عملاء هذه الحملة الصليبية على الأرض المتمثلين في المسيحيين وأبناء الديانات الأخرى إلى أي مدى برأيك التنظيم ما زال اليوم قادر على استقطاب عناصر من مختلف الأقطار بنفس الطريقة التي كان بها الوضع قبل عدة أشهر قليلة لا أنا في تقديل التنظيم قادر على جذب مقاتلين جدد إلى الآن طبعا لأن التنظيم ما زال يملو جاذبية فكرية لأن التنظيم في أفكار التنظيمات الجهادية أنه كلما كنت أكثر تشددا كلما التفت حولك التنظيمات الجهادية والجهاديين من مناطق متعددة في العالم فالمنظومة الفكرية ما زالت موجودة هناك أيضا حدود سائلة ومفتوحة يمكن لهؤلاء المقاتلين أن يعبروا منها هناك أيضا أزرع للتنظيم في مناطق مختلفة المنطقة تقوم بتجنيد هؤلاء الشباب وإرسالهم إلى التنظيم ما زالها الكثيرون من هؤلاء الجهادين ينظرون على تنظيم دعش أنه أرض الخلافة الإسلامية وأن أبوكر البغداد هو خليفة المسلمين الذي يجب أن نعيش تحت نوائه ونقاتل تحت نوائه فبالتالي الظروف الإقليمية والمحيطة تصب في مصلحة التنظيم بأن يستطيع أن يستقطب العديد والعديد من المقاتلين وإن كان بدرجة أقل قليلا من الأشهر الماضية دعني أطرح السؤال نفسه على سيد مارتين كلوف في بيروت سيد كلوف إلى أي مدى على الأقل في بريطانيا هذه المسألة ما زالت تشكل هاجسا بالنسبة ليس فقط للحكومة وإنما أيضا للمجتمع البريطاني استقطاب أو قدرة هذا التنظيم على استقطاب المزيد من الشباب البريطانيين والأوروبيين عموما اليوم علمنا أن ثلاثة أو ثلاثة فتيات بريطانيات انتقلنا إلى سوريا خلال الساعة الـ 24 الماضية بعد أن هربت من بريطانيا إذن لا تزال هذه المسألة مطروحة في بريطانيا نحن نعلم أن هناك ستمائة بريطانيين انضموا إلى صفوف داعش ربما أكثر ولكن ستمائة مؤكدين حتى الآن إذن الأرقام في القراءة الأوروبية ربما ثلاثمائة من بلجيكا وهناك آخرين من الدنمارك وفرنسا وإلى ما هناك إذن هناك تهديد كبير على مثوى الأمن القومي وذلك من منضاع صنعي السياسات في أوروبا وهم يتخوفون من أن هؤلاء الأشخاص الذين انضموا أو ذهبوا لي انضموا إلى صفوف الجهاديين سوف يعيد هذا الجهاد إلى البلاد بلادهم وهذا ما شهدناه في أوروبا خلال الأشهر الماضية ولكن هذه المسألة لم تتحول بعد إلى هذه الآفة أو الوباء الذي يثير الرعب في صفوف الاستخبارات إذن الذين ينتقلون إلى العراق وسوريا لا يزالون هناك في منظمهم اللافت أستاذ علي هذه الأيام كنت أقرأ تقرير اليوم هناك ميليشيات مسيحية بدأت تتشكل للدفاع عن الوجود المسيحي ليس فقط من أبناء هذه المناطق وإنما بدأت تستقطب مقاتلين ومتطوعين من الخارج من الغرب من أوروبا تحديدا برأيك إلى أي مدى هذه الظهرة قد تشكل خطورة مع أن أبناء هذه الأقليات يعتبرونها الملاذ الأخير لهم لحماية وجودهم من هذا التنظيم الهمجي هو بطبيعة الحال يمكن قراءتها في السياق أنها كرد فعل طبيعي يعني هناك تنظيم يتغول على المنطقة تنظيم يعتدي على هذه الأقليات يستميح الحرمات ويأخذ الأراضي بل يقوم بتهجير السكان الذين توطنوا هذه الأرض منذ ألاف السنين يعني ما يفعله تنظيم داعش لما نشهده في التاريخ نهائيا أن يقوم أحد بإجلاء المسيحيين أو أصحاب الديانات الأخرى من أراضي يتوطنوا فيها على مدار عقود وسنوات وقرون طويلة فبالتالي من المجرد أن تقوم ميليشيات تدافع عنها ولا هو أمر وارد أمر ليس مستبعدا ولا يستطيع أحد أن يمكنهم طالما أن الدول المنطقة أصبحت عاجزة عن حماية هذه الأقليات في مواجهة هذا التنظيم لكن أنا في تقدم أن هذه الظاهرة لن تستمر كثيرا للطبيعة الأيدولوجية لأن تنظيم داعش عندما يجمع المقاتلين من كل مكان ويقيم بهم ما يسمى ميليشيات أو جيش أو ما شابه ذلك هو يعتمد على الجانب الأيدولوجي العقائد أن هؤلاء يأتوا لكي يموتوا يأتوا لكي يقتلوا لأنهم يرون أنه سيتشهد لكن في الطرف الآخر لا أقصد أن ظاهرة الميليشيات المسحية ربما لن تكون في نفس فعالية تنظيم داعش لأن تنظيم داعش تطاع أن يكلب أعداد من المقاتلين الذين تمرسوا أصلا في القتال في جابهات متعددة يعني المكونات الرئيسية لداعش التي تأثت من شمال إفريقيا منهم من قاتل في ليبيا ومنهم من قاتل في شمال مالي والذين أتوا مثلا من مصر كانوا يقاتلون في سيناء والذين أتوا من اليمن فبالتالي لديهم مجموعة محترفة ومتمرسة في القتال بخلاف تلك الميليشيات ستكون خبراتهم متنظيمية قليلة كما أن أعدادهم ستكون قليلة لكن الأسوأ من ذلك كل هو مزيد من الدماء مزيدا من الأبرياء يقتلون في المنطقة مسؤولية دول المنطقة تحديدا أستاذ علي في مواجهة هذه المسألة يعني الآن هذه الدول التي تعيش فيها هذه الأقليات في سوريا على سبيل المثال أو في العراق الجيش السوري كان أيضا يقاتل في هذه المنطقة إلى جانب الأكراد في مواجهة هذا التنظيم إلى أي مدى برأيك دول المنطقة عليها المسؤولية في حماية وجود هؤلاء يعني أنا في تقديري أن أحد أهم وسائل قوة داعش وأن تنظيم داعش يستمد قوته من بعض دول المنطقة ليس كما يبدو لأنني أتخيل أن إحدى الاقتصاديات داعش ألهمة التي يبني عليها اقتصاده ومنها يستطيع أن يصرف على مقاتليه ويستطيع منها أن ينفق على بصادر السلاح تأتي من النفط والنفط يباع إلى تركيا يباع إلى إيران بل أن النفط في بعض مناطق التماس يباع إلى النظام السوري لأنه يباع بأسعار مخفضة فبالتالي في ظل وجود أنظمة في المنطقة تقدم المصالح الاقتصادية الضيقة لها على المصالح الأمنية للمنطقة ككل لا ننتظر من بعض هذه الأنظمة في تلك المنظومة المختلة إقليميا من الناحية الأمنية أن يحمي أحد المسيحيين فبالتالي هناك قصور شديد أو الأقليات الأخرى فبالتالي هناك تقصير شديد في كل الدول الإقليمية في المنطقة في حماية هؤلاء الأقليات إما ما بين عاجز وإما ما بين أنه لا يريد لأنه يستفيد من الناحية الاقتصادية بالتالي يجب أن تكون هناك وقفة جادة وصادقة من كل القوى الإقليمية في المنطقة لتقديم المصالح الأمنية والمصالح الاستراتيجية المستقبلة للمنطقة على المصالح الاقتصادية الضيقة سيد مارتين كلوف إلى أي مدى يصور هذا التنظيم في الغرب في بريطانيا وغير بريطانيا على أنه يستهدف المسيحيين تحديدا على أنه تنظيم يستهدف إقصاء وإزالة الوجود المسيحي من هذه المنطقة طبعاً هذه النظرة في أوروبا يشعرون أن المسيحيين يستهدفون تماماً كما الشيعة والأقليات الأخرى وهذه أحد الأسباب التي تبرر الدعم الكبير الذي يحظى به التحالف خاصة في أوروبا إيطاليا، ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية إذن عندما ننظر إلى ما حصل في أغسطس الموضي في جبل سنجار حيث تمت ملاحقة الأيزيديين إلى هذه الجبال وحاولة داعش أن تجعلهم يموتون جوعاً إذن هذه المناظر التي ينظر إليها الأوروبيين وينظر أيضاً إلى هذه المناظر التي تغير الطابع الذي كان سائداً في هذه المناطق إذن طبعاً أوروبا تشعر بالخطر وتعلم أن هذا الجهاد سوف يلتفت إليها لاحقاً وبالتالي سوف تردقص على جهدها لحفاظ على حدودها وتحاول أن تعتمد بشكل أساسي على تركيا لمحاولة سد وأغلاق حدودها طبعاً هذا العمر صعب وصعب لأن الحدود تمتد على حوالي 800 ميل ولكن ينبغي أن نقول أنه منذ تسعة أشهر ما كان الأتراك يبدلون الكثير من الجهود لوقف تضفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا بشكل خاص لكن الأمر قد تغير الآن بات من الصعب لهؤلاء المقاتلين أجانب أن يجتاز الحروض والحدود ولكن لا يزال ذلك ممكناً طيب بعض المشاركات التي وردتنا هذا المساء من المشاهدين عبد البسط بديوي يقول داعش يريد تخويف الأقليات لبث الرعب في جميع المخالفين سيزار اسكندر يقول عندما يخسر داعش نفوذه في مناطق معينة يذهب لمناطق ضعيفة لاستعادة هيبته منير الإمام يقول أفعال داعش ستساهم في تقسيم الشرق الأوسط على أساس ديني وعرقي أحمد قرقى يقول داعش لا ينجح في شيء سوى تشويه صورة الإسلام واستهداف الأقليات لجذب الانتباه نعيمة درقاوي تقول حماية الأقليات مسؤولية حكومات المنطقة ومسؤولية أيضاً المجتمع الدولي أسامة فايز يقول يجب تسليح الأقليات في العراق والسوريا للدفاع عن أنفسهم من هجمات داعش نيشان شاكو يقول لم يعد هناك أقليات في العالم العربي الصراعات قضت على كل شيء هناك أيضاً بعض التساؤلات محمد عبدو يقول لماذا لم يهاجم داعش قبر شاه سليمان مع أنه قام بهدم أضرحة أخرى هل لك رأي في هذا الموضوع أستاذ علي تسأل البعض لماذا بقي هذا الضريح الذي هو تحت السيادة التركية داخل سوريا لفترة طويلة بدون أن يعتدي عليه التنظيم مع أنه ضريح يعني وداعش حارب كل الأضريحة سواء الشعية أو السنية البعض يتحدث على أن هناك هذا ربما يعطي دلالات على أن هناك علاقة ما بين تركيا وما بين داعش هناك حالة من الموأمة هناك حالة من التعايش ما بين الطرفين وعدم اقترب كل منهما إلى الآخر أنا في تقدير أن ربما أن الأحداث تصب في ذلك الاتجاه هو أمر ليس ببعيد سيد مارتن أيضا المشاهدة نعيمة درقاوي يعني هو ليس تساؤل وإنما تعليق حماية الأقليات مسؤولية حكومات المنطقة وأيضا مسؤولية المجتمع الدولي إلى أي مدى المجتمع الدولي بالفعل يتحمل مسؤولية حماية الأقليات في هذه المنطقة من العالم المجتمع الدولي لم يقوم بالكثير حتى الآن غير المشاركة بهذه الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش وأفضلها كان الحملة على كوباني وكان هناك حوالي 1500 قتل بين صفوف داعش سقطوا ضربة جوية عديدة وتم طرد مقاتلي داعش من المنطقة ولكن من حيث حماية الأقليات هو لا يقوم بالكثير سوى توفير المساعدات الإنسانية وإذن هنا في بيروت أو في مناطق أخرى المساعدات والحملات المساعدة موجودة ولكن الجهود الدولية تركز بشكل أساسي على التخلص من داعش وترضها من الموصل والغرب يفهم وحتى دول العربية تفهم أنه وعندما طبعاً يكون جهاديين الأجانب مشكلة كبيرة ولكن المشكلة الأساسية هي العملية السياسية في سوريا والعراق التي همشت الأغلبية السنية خلال السنوات الماضية إذن لا يعتقد هؤلاء وخاصة في شمال سوريا مثلاً أن الدولة تحمي حقوقهم وداعش طبعاً جاذبت الكثير من الأشخاص الذين ربما لا يؤمنوا بإيديولوجية داعش العنيفة ولكن يعتقدون أو يرون في داعش وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية وحتى يتم إطلاق عملية سياسية من شأنها أن تعطي صوتاً حقيقياً لهؤلاء السنة وتمثيلهم بشكل جيد قد تحافظ داعش على جاذبيتها في ربما السيطرة على هؤلاء الأشخاص أستاذ علي ربما مارتن أجاب بشكل جزء على تساؤل المشاهد رضوان طوبال الذي يقول لماذا ما زلنا نرى حواض لداعش بعد كل الأفعال الإجرامية التي ارتكبها سؤال جوهاري حقيقة لا أن داعش دائماً ما يخطف فئة هو يقصدها بالعين ويفئة التكفيرين في المنطقة ويفئة المتشددين يعني إذا أخذنا شرائح من المناطق الأشدة تدفقاً منها كمقاتلين على تنظيم داعش نجدها من منطقة شمال إفريقيا وهذه المناطق لا لا هو ربما لا يقصد فقط المقاتلين وإنما الحواضن في البيئات المحلية التي يتواجر فيها التي يسيطر على داعش خاصة في العراق كانت تعاني من التهميش الطائفي كانت تعاني من الاضطهاد الطائفي كانت تعاني من التهميش السياسي فبتالي ربما عندما جاء داعش وجدت نفسها ربما أنه يكون هو الملجأ الآمن أو الحصن الآمن لها من هذا التمييز أو الطبط الطائفي في العراق وغيرها فلكن في النهاية تجد نفسها ما بين المطرقة والسندان فهي الآن تحدى حكم داعش بما فيه من ظلم وقاه لكن عندما تخرج داعش من هذه المناطق يعلم أن ستأتي ميليشيات الموت ستأتي الميليشيات التي تنتمي إلى طائفة أخرى ربما تقتلهم وما شبه ذلك فربما أن البعض ينظر في داعش أنه أخف حدة عندما يعيش في كنفي وفي المناطق التي يعيش فيها خيرا له من أن يتعرض القتل على يد ميليشيات أخرى شكرا لك الأستاذ علي بكر الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة على موجودك معنا في الستوديو شكرا لضيفنا من بيروت السيد مارتين كلاوف الكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان البريطانية